اطلع رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق روكون صغير بن عزيز على سير أعمال اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة المشكلة بموجب إعلان نقل السلطة واستمع رئيس هيئة الأركان خلال زيارته لمقرر لجنة بالعاصمة عدن من رئيس اللجنة لواروكون هيثم طاهر إلى ملخص حول طبيعة القطط والمقترحات المتعلقة بهيكل اهتي وتنظيم القوات المسلحة والأمن وما أنجزته اللجنة في إطار المهام الكبيرة المكيلة إليها متنيا على جهود اللجنة في هذه الظروف وعملها الحثيث على تجاوز التحديات ومؤكدا التزام وزارة الدفاع ورئاسة الإركان العامة بتقديم كامل الدعم لتسهيل عمل اللجنة والإسهام في إنجاح مهامها ترجمة نانسي قنقر